اشتركوا في القناة الكثيرين واتفقوا بأنه النائب الأردني الوطني الحر الذي لا يساوم على جراحاتهم النائب المحامي محمد الظهراوي أهلا وسهلا بك يا سيدي أعلك الله على الحمل الحمد لله هذا أجر إن شاء الله دائما نجدك في المنبر ونجدك بالشارع وبين قاعدتك فهرحت الكثير من التساؤلات وسعيتك كثير لتحسين الخدمات بالنهاية لجأت إلى حلول شخصية وبدرت في جمع مساعدات وتقديمها لمن يحتاج وداما في مستشفيات الحكومة وتتواصل مع الجميع هل يائست من المنادة؟ لا حقيقة أنا في كل يوم عندما أرى من يتابعني عندما أرى جمهوري في كل حاراته في كل دخلاته في كل جامعاته مساجئده كنائسه أفراحه أطراحه يعني حقيقة هذا يعطيني دفع معنوية ليوم جديد أنا أتعامل مع شهري باليوم وأتعامل مع يومي بالساعة وأتعامل مع ساعتي بالدقيقة وأتعامل مع دقيقة بالثانية فأنا أقيم الوضع في كل يوم حقيقة إذا جئت إلى الحقيقة المرة التي أعاني منها تيأس تيأس حقيقة أنها تيأس في ظل عدم وجود خدمات حقيقية من الحكومة للناس في ظل واقع الصحي أليم في ظل واقع نقل أليم في ظل واقع تعليمي أليم ولكن الحمد لله أخذت على عاطقي أن أسعى بشكل شخصي خارج إطار قبة البرلمان إذا تعلق الأمر بالخدمات إذا تعلق الأمر بالوضع السياسي أنا في داخل البرلمان صاحب الكلمة التي فوضني بها الفقراء الشرفاء وأيضا الأغنياء الذين كانوا فقراء ولا يزالوا هم أغنياء ولكن يعيشون بنفس الفقراء نحن جمعنا أنفسنا لنشكل حالة جديدة في مجلس النواب نتكلم كلمة حق وبالتالي عندما نتكلم كلمة حق هذه الكلمة تنعكس على الأداء الحكومي ولكن الحكومة لا تعطيني الفرصة أن تنعكس كلمتي مباشرة تنفذ كلماتي بعد أشهر لكي لا تحسب أنها لي سؤالي لمن يتواجد دائما بين الموجوعين وأصحاب القضايا مدارس منتشر في كل أرجاء الملكة ومستشفيات منتشر في جميع أرجاء الملكة كلفت المليارات وبنفس الوقت من يحتاج إلى العلاج يذهب إلى مستشفى خاص ليطلق خدمة حقيقية ومن يحتاج إلى التعليم يذهب إلى المدارس الخاصة الذي يجري يعني البنية التحتية للمدارس والمستشفيات بنية أساسية ولكن الحقيقة أن الكوادر الموجودة غير مؤهلة بالشكل السليم لوجود خلل في الأداء الحكومي وبالتعامل مع هؤلاء الأشخاص لا يوجد سقل للمواهب الموجودة في المدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية إهمال لهؤلاء الأشخاص برواتبهم بامتيازاتهم بطريقة عملهم وبالتالي بتطويرهم بدوراتهم وبالتالي أسبق هناك تخلف عن الوضع العام الوضع الخاص بشكل كبير المعلم في المدارس الخاصة مظلوم حقيقة أنه مظلوم والممرض في المستشفيات الحكومية مظلوم والطبيب مظلوم بالرواتب يعني المعلم عندما يذهب إلى دول خليج يأخذ أبعاف مضاعفة يضحي بقي في هذا الوطن وأيضا الطبيب كذلك وأيضا الممرض كذلك يجب أن يكون هناك رواتب عالية تتماها مع طبيعة المعلم وتأهيل المعلم وتأهيل أنه معلم ممتاز معلم أجيال معلمين من السابقين الذين دربوا ودرسوا كل الخليج معلمين المعلم الأردني يشار له بالبنان في كل مكان ولكن أيضا المعلم يحتاج إلى راتب أنه يستطيع من خلاله وأنه يبدأ من خلال مدرسته وأنه لا يشتغل شغلة تانية معلمين الكفاء طبعنا الكفاء ممرضينا الكفاء ولكن لا يوجد احتواء لهذه الكفاءات بالرواتب بالدورات بالامتيازات وبالتالي يصبحون الاختشتت عند هؤلاء الأشخاص نقوس يدق خطره يوميا أول ما نبه له جلالة الملك حول موضوع الأمن الغذائي لو تراكمات كورونا نسمع أنه مشاريع زراعة في الجزائر وإحنا أراضي شاسعة في الأردن لزراعات لا تحتاج إلى مياه أين نحن من هذا؟ أنا أتكلم في هذه المقابلة كما تسألني وأنا لا حقيقة يمكن أجيد الهزل السياسي ولكن سوف يكون في هذا اللقاء الجد السياسي طالما قمحنا من بحرنا لن نكون بخير قمحنا يجب أن يكون من برنا قمحنا من بحرنا وبالتالي لن نكون بخير ساة الحران سنة 1942 وساة الحران سنة 1842 بمئة عام كان سلت غداء بالقرن القبل الماضي سلت غداء تركيا كاملة وأيضا ساة الحران بـ42 كان أيضا سلت غداء بلاد الشام كاملة صدق حزين عندما أرى ساة الحران وقسم وفيه المباني والعمرات ساة الحران يجب أن يكون فقط زراعي أهمنا الأراضي الزراعية تجاهنا للتجارة وبالتالي عندما تركنا الزراعة فشلنا بالتجارة كان هناك توجهات في الحكومات السابقة التوجه إلى قطاع السياحة على حساب قطاع الصناعة والزراعة يعني كان مستهدف هذا الحكيم حتى قطاع السياحة يمكن إحنا سياحتنا أن أهم معلم للعالم البترة لكن لم نستطيع أن نسوق ذلك بشكل جيد أن أماكن سياحية كثيرة في الأردن تراش أدينة عظيمة قصور الصحراوية بحر الميت مقتص 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 الأول بالعالم عارف شو؟ يعني هذا المقتص لو أنه بدولة ثانية مليارات مليارات بدخل عندنا سياحة العلاجية معينه وكثير من مياه الحمامات السخنة هذه سياحة لجية رهيبة ولكن سياحة تقتصر على الإليت على السعر الغالي أنا كموطن أردن لا أستطيع أن أذهب إلى حمامات معين وأبات يومين بوضع سياحة عادي أو إلى البحر الميت أو إلى العقبة وبالتالي لكي نشجع السياحة المحلية العالمية يجب أن نشجع السياحة المحلية وبالتالي أنت قاعد تحكي ثلاث مليارات دولار يدفع الأردني سياحة لتركيا وللخارج استثمر ذلك ولكن لا حياتها لمن تنادي حياتها لمن تنادي مئات عفوا ألاف الغارمات وألاف الهاربين خارج البلغ البلاد نتيجة الديون والشكيات موضوع العفو إلى أين يا أبي بداية سأتحدث عن موضوع الغارمين والغارمات وسأبدأ بموضوع الغارمين التجار الذين فروا من هذا الوطن قبل شهر أنا كنت بشارع وكلات شفت شيء مؤلم صورته بارخ كنت بجبل الحسين برضو شيء مؤلم صورته معجور الناس المتعثرين الصامدين الصابرين الغير مرعيين وغير مكشوفين أكثر من المتعثرين للمكشوفين تخيير الغارمات التجعوا إلى الاقتراض نتيجة تدني رواتب أبنائهن وأزواجهن وشروط شركات الإقراب تجيب تمرار دورة الاقتصادية الشهرية يجب أن نستدين اعتبار من 15 شهر ل 30 شهر هذا التجوة التي خلقتها ضغف الرواتب هي التي أدت إلى انهيار الناس أنا مثلا أقبض راتبي أنا أحكي كمواطن بل أساسة واحدة يقول لك راتب كذا أنا راتبي الله أعلم وين برو فيه رب يعرف وين برو يخلص بعشرة الشهر من عشرة لثلاثين شو بدي أعمال تالي بتضطر أني أقترض صار مصروفي أكثر من دخلي صحيح وبالتالي من هنا هلق الغارمين والغارمات وجزء كبير بر الوطن صحيح بر الوطن صحيح ذاقوا الويلات قانون المالكين ومستجرين دمر القطاعات دمر الأردن دمر البلد دمر التجارة دمر الصناعة دمر الزراعة ست مليارات تقريبا كلفة القوى العاملة في الحكومة كرواتب شهرية سنوية والحكومة تتوجه إلى الخدمات الرقمية ما مصير هؤلاء الموظفين هناك أكيد في من سنوات نحن بنشهد تقليص العدد الموظفين الموجودين شو ما مصيرهم يعني هناك خطة عند الحكومة التوجه إلى الدراسات أو الوظائف أو العمل بالوظائف الحكومية الرقمية ولكن لوجود كم هائل من الموظفين لن تستطيع الحكومة الوصول إلى هذه الجزئية أنا باعتقادي أن على الدولة أن تكون لديها قطة عمل كاملة شاملة ابتداء من الخريجين وانتهاء بالموظفين يجب أن يكون لديها مقدار الذي يدير الوزرات وبالتالي تقنن موضوع التعليم الجامعي وتتجه إلى التعليم المهني تتجه للتعليم المهني الموجودين في الحكومة الآن موظفين يعني شيئا أبين موظفين لهم بيوت ولهم التزامات شهرية وبالتالي يجعل الحكومة أن تعمل خطة لاستعابها أولا الأشخاص لا تستطيع أن يترك عمل أي شخص نتيجة الالتزامات المادية لأتصبحت بتراكم عليه فأنا بتهيئ للحكومة لن تستطيع النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل لوجود جيش كبير من الموظفين لا تستطيع أن يستغنع عنهم وبالتالي إذا استغنطوا عنهم تسبب مشكلة اجتماعية كبيرة ستكون واضحة على الشعب الأردين ومشكلة لها بالأمن والأمان المجتمعي وبالتالي قبل أن تتصرف الحكومة بأي شيء يجب أن يكون لديها قطة كاملة شاملة للوصول إلى الخدمات الرقمية ولكن ليست على حساب الكوادر البشرية الموجودة بالوزارات وعلى الحكومة أن تغير تكتيك العمل في الأيام القادمة والسنوات القادمة الحكومة إذا تستطيع أن تصل إلى ذلك إلى الخدمات الرقمية يجب عليها أن تجد عمل الجيوش الخرجين من المهندسين والأطباء والإداريين والمحاسبين يجب على الدولة أن تتوسع من خلال سفراتنا بالخارج إلى البحث عن عمل الأردنيين الأردني كفاءات كفاءات عالية وبالتالي أنت لما تحكي الكثير من الأردنيين يتبوّون مناصب عليا في الخارج فبالتالي يجب على السفرات ويجب على الديوان الخدمة المدنية أيضا أن يكون له كادر بشري حقيقي للبحث عن الوظائف للأردنيين في الخارج وأيضا يجب على أيضا الرئيس الوزراء والوزراء المعنيين أن يجلبوا مشاريع استثمارية كبيرة تستوعب الأردنيين الأردن لا تقل عن سنغفورة ولا تقل عن دبي كمركز إقليمي عالمي وكأدمغة موجودة في داخل الأردن أدمغت عالية التفكير وعالية التركيز تخيل أن يمكن استوقف الكثير من الكفاءات الأردنية تتبوأ مناصب عليا ودير المخابرات النمسوية أردني نابل أمين عام المتحدة الشؤون الشباب أردني مستشارة الرئيس الألمانية أردنية مستشار أيضا الرئيس الأمريكي السابق أردني في رومانيا في هنغاريا الهنغاريا أردني دائد نفاع يعني أنت قاعد تحكي مستشارين لكل الرؤساء في الدول الأردنيين أذكية ولكن لم يجدوا أحد يوظف هذا الذكاء الأردني الأذكية ولكن هؤلاء الأردنيين يحتاجون إلى استثمارات موجودة بالأردن منظومة القوانين بالأردن لا يمكن أن تكون جاذبة للاستثمار يعني هذه مشكلة بواجهة كل مستثمر للاستثمارات يجب أن تبدأ بالتشريع وتنتهي بالتنفيذ يجب أن يكون هنا خطة عمل كاملة شاملة متطورة للوصول إلى المأمول فيما يتعلق بتوظيف الأردنيين في الاستثمارات التي تجلب من الخارج لماذا لا تكون الأردن مركز إقليمي للكثير من الشركات كما دبي ماذا ينقصها دبي لم تعتمد على الفكرة وعلى الفكر أبنائها واستعانت بأبنائنا بالمناسبة لتنفيذ فكرتها تتخريج يتوجه لي يعني نحن ليش شو بينقصنا نحن بالعقس مركز متوسط في العالم مركز متوسط في بلاد الشام الجو معتدل في طوال فترة السنة عنا شتاء معتدل صيف معتدل أراضي خصبة أدمغة بشرية هائلة ولكن أدمغة بشرية ذكية تتعامل مع حكمات هذا هي ننتقل إلى الشق السياسي نشاط دبلوماسي مكثف لترميم العلاقة أي مشاهد وهذا حديث الصالونات جميعاً أن هناك مساعي أردنية لترميم العلاقة مع سوريا كتبادل أو تبديل الحلف مع الخليج إلى أين وصل هذا الملف وما هي قراءتك لهذا الملف يمكن تعاطف العالم العربي وتحديداً الأردن مع الجارة السورية خاصة في بعض موضوع الزلزال أصبح هناك تداعيات إنسانية للوصول إلى قلب سوريا والتعامل مع سوريا وفك الحصار عن سوريا لدواعي إنسانية ولكن أنت ترى الآن الوضع في سوريا غير آمن ملايين السوريين تشتتوا في الأوطان وبالتالي العملية سياسية صعبة لكي ترجع المياه الإقليمية مع سوريا كما كانت في الماضي ولكن أنا أتوقع أن الأيام القادمة سوف يكون هناك حلف عربي جديد تعامل مع سوريا وخاصة في ظل وجود تجاذبات سياسية على المستوى الدولي أمريكا وروسيا وبالتالي أصبحت هناك تحالفات جديدة تخلق في المنطقة وأتوقع أن أيام القادمة ستشهد التجاذبات سياسية جديدة غير معهودة وغير متوقعة علاقتنا مع سوريا والعراق منذ الأزل نتعامل مع سوريا كدولة شقيقة وصديقة ولكن الحرب وتداعيات الحرب أثرت على سير هذه العلاقة وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين بالأردن أثر أيضا هذه العلاقة وكذلك العراق أيضا العراق وسوريا دول حقيقة تراجعت إلى الخلف كثيرا كثيرا ولكن الأردن ضمن هذا المحيط يجب علي أن يكون هناك علاقات تجارية خاصة لتخفيف عن أهل بالرمث عن أهل بالمفرق للوجود علاقات تجارية وطيدة وأيضا عمان دائما هي قلب دمشق هل عودة العلاقة هاي كحلف بديل عن حلفنا السابق مع دول الخليج بعد أن وقعت دول الخليج تطبيعا مع الاحتلال والله الأردن ستبقى دولة متقدمة سياسيا سواء بالخليج أو مع سوريا أو من العراق لوجودها في هذا الموقع ووجود قيادة هشمية حكيمة تتعامل مع كل هذه المعطيات وأيضا أنا أقول أن العلاقة مستقبليا مع الخليج ستعود لعدة أمور لأن الأردن أيضا له جزء كبير من المواطنين الموجودين في السعودية في الخليج في الإمارات وبالتالي الأردن حريص أن يحمي مواطني وبعلاقات معتدلة لا يجوز أن يعادي إلى دول الخليج ولا أن يعادي أي دولة لها علاقات تجارية مع الأردن أن نعي تماما أن الأردن عندما يكون هناك استثمار حقيقي في داخل الأردن تستطيع أن نستغنع عن كل هذه الدول ولكن لسه نحن بالروح مكاننا لعدم وقوفنا استثماريا بشكل جيد وبالتالي أنا ضد أن يكون هناك مساعدات أن نلجأ إلى المساعدات سواء من أمريكا أو من الخليج من أي دولة الأردن يجب أن تستثمر بحيث يكون لديها دخل ثابت سنوي يفوق الدول التي استثمرت بالإنسان لكن تنامي العلاقة بين دول الخليج والاحتلال يلغي دور الأردن هل يلغي دور الأردن كدولة مواجهة؟ الأردن الأردن هي التي ترعى المقدسات الأردن هي امتداد لفلسطين وفلسطين هي امتداد للأردن الشعب الأردن والشعب الفلسطيني دائما وأبدا على قلب رجل واحد وبالتالي لن يستطيع أحد سواء دول الخليج أو غير دول الخليج استغناء عن دور الأردن المحوري الديموغرافي والجيوسياسي تجاه الفلسطين وبالتالي ستبقى الأردن الأردن أرض الحجد الأردن أرض الرباط شاء من شاء وأبا من أبا هذا كلام الله وكلام القرآن نحن شرقي النهر وهم غربي النهر نحن أرض الحجد والرباط والكل يعلم ذلك ولن يستطيع أحد أن يستغني عن هذه الأرض التي ستكون المعرة الكبرى من خلالها أنا سألت عن دور الأردن كدولة مواجهة هل أنت لا ترغب الإجابة عليك؟ لا الأردن دولة مواجهة لا زالت دولة مواجهة إذن لماذا تراجعت دعم الخليجي لدولة المواجهة؟ دعم الخليج يعتمد على المواسم حسب حاجتهم لأي شخص لأي دولة لأي مكان لأي زمان وبالتالي تتمحور علاقات الخليج حسب مصالحها صح تقدم في العلاقة مع سوريا والعراق؟ واضحة للعيان أنه في جدولة جديدة عليها والكل متفق عليها هل هذا يفرض علينا تفاهمات جديدة مع إيران وعادة العلاقة مع إيران؟ كونها متوجودة وصحبة قرار في سوريا والعراق؟ هذا الموضوع موضوع شائك ترى موضوع شائك لن تستطيع الوقوف على أرض سياسية صلبة طالما أنه هناك تدخلات إيرانية في المنطقة لن تستطيع عمل حلف تجاري صناعي زراعي مع سوريا أو مع العراق في ظل وجود إيران إيران محاذير كبير في التعامل معها من الأردن ومن المواطنين في الأردن الشعب الأردني عاطفي الشعب الأردني تعلم بأنه بكى على الشعب السوري كذلك الشعب العراقي الصديق الشقيق الأردن حقيقة هو قلب الأمة النابض وأنا أتحدث عن المواطن الأردني حقيقة والله أنه في كل شيء بيحدث في الوطن العربي قلب الأردني وقليمة بالفترة وجلالة الملك دائما غير دموي أنا أتحدث النائب حمد الضارة وأنتم تعرفوني أنا لست صاحب كلمة حق القيادة الهاشمية غير دموية وبالتالي قريبة وخرجنا من أحلك الظلمات نحن أريد سياسة برضو الموضوع موقف الشخصي لا أسقطه على موقفي كنائب من القضايا الأقليمية وخاصة سوريا العراق إيران أنا ضد إسرائيل بكل اتفاقاتها ضد إسرائيل بكل أهودها أنا ضد إسرائيل بكل شيء قادم بكل شيء ماضي بكل شيء حاضر إسرائيل لا موثيقة معها إسرائيل منذ أهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك موثيق مع إسرائيل إسرائيل هدفها واحد إسرائيل إسرائيل وأنا أكره هذه الكلمة ولكن أنا بقول إسرائيل لأن هذا المسمى زال وسيزور وسيزور يمكن الناس بقول لك بتحلم لا لا أحلم أحنا أقوى منهم أحنا أشجع منهم أحنا لدينا إيمان أكثر منهم والله الأرض بتعرفنا زدقنا الأرض بتعرفنا فرج على عالمهم بشبه لون أرضنا مشبه تاريخنا مشبه حاضرتنا أحنا أقوى منهم والله أقوى منهم والله العظيم الشعب الأردني قسم بالله يعشق فلسطين ويعشق القدس ويعشق التضحية ويعشق الفداء والجهاد وكل مسميات التي جاهد الشعب الأردني لم يطبع مع إسرائيل طبعت الحكومة ولكن الشعب الأردني لم يطبع مع إسرائيل ولن يطبع مع إسرائيل بتاع للأردن أرض خير وأرض بركة وشعب الأردني معطاء الشعب الفلسطيني ولجميع الشعوب العربية والله تمنى الخير للجميع وإن شاء الله بإذن الله لما تدغير الحكومات وتيجي حكومات من قلب الشارع ستتصدر الأردن قوائم الدول بالاستثمار في كل شيء أقدر لك انفعالك وأشعرك بالوطنية التي تحكي فيها أشكرك عليها 122 أسير أردني في سجون الاحتلال بعضهم دخل طفلاً والآن رجلاً وواجهوا أحكام طاغية أين نحن منهم؟ هؤلاء الأبطال الموجودين في سجون الاحتلال هما نقطة عار التفقية السلام مع أسرائي هؤلاء الأبطال سفرائنا في البطولة وفي الرجولة وفي الدفاع عن شرف الفلسطين وعن شرف هذه الأمة نفخر بهم نفخر بهم نحن قبل أن نقدم 22 أسير قدمنا الكثير من الشهداء على أسوار الأقصى قدمنا الكثير من الشهداء في اللطرون واد الجوز سلوان قدمنا ألاف شهداء في جنين ذهب إلى جنين لترى مخبرة الشهداء العرقين أردنيين التي هي شهدة على دفاع المستميت من الأردني على فلسطين فلسطين هي الأردن أردني فلسطين لا تستطيع أن تميز ما بين ابن الرمثة وأبن الخليل لن تستطيع أن تميز ما بين نابلس وابن إربيل لن تستطيع أن تميز ما بين ابن معان وبين أي قرية في فلسطين أو أي مخيم نحن شعب واحد شاء من شاء وأبا من أبا وسنبقى شعب واحد ولن تفرقنا الحدود وإن شاء الله بكرة لما بترجع فلسطين زي ما سأخبر نشاره الهاشمي بوسط البلد رح نسجد نهر الأردو إن شاء الله في ختام حلقتنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر من الرجل الذي حمل على أكتافه أمانة المسؤولية والتسقى بقاعدته على امتداد مساحة الأردن باقتدار وأجاد التعبير عن معاناتها سعادة النائب المحامي محمد الظهروي أدامك الله شكرا جزيلا أدامك الله شكرا جزيلا أدامك الله شكرا جزيلا أدامك الله شكرا جزيلا